تتوقع لأمم المتحدة أنزح أعداد هائلة من المدنيين عندما تبدأ القوات العراقية هجوما لاستعادة مدينة الموصل من تنظيم داعش ولم يتضح متى ستكون القوات العراقية مستعدة لمهاجمة المدينة الشمالية وأرجعت عملية الهجوم المضاد التي طال انتظارها أكثر من مرة لأن القوات العراقية غير مستعدة ومنشغلة بالقتال في مناطق أخرى وقال برونو جيدو منذوب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن المفوضية تستعد لمساعدة الأشخاص الذين سيفرون من الموصل وتم تحديد مواقع محتملة لإنشاء مخيمات جديدة لكن لن يكون هناك مكان يكفي الجميع مجلسونين وأيد ما ذهبت إليه الأمم المتحدة لكنه علق بالقول المشكلة تكمن أن الموازنة حاليا أقرت لكن كآلية الأمم المتحدة بمعزل عن المحافظة تعمل يفترض من الآن كحكومة محلية وكأمم المتحدة وحكومة مركزية أيضا وحكومة إقليم إنشاء ورشة عمل كل التجهيزات الإدارية التي تخص عملية النزوح عدينا العدة إلها والمتمثلة بإقرار الموازنة 33 ألف خيمة حاليا معدة مع البنى التحتية لغرض استقبال النازحين تهيئت المنافذ بالاتجاه المعاكس لسير العمليات ولا يزال وجزء كبير من سكان المدينة الذين يتجاوز عددهم أكثر من مليون شخص في المدينة بعد أن سيطر عليها تنظيم داعش في يونيو عزيران 2014 وحضر عليهم المتشددون الآن الرحيل وسيوفقم ذلك الأزمة الإنسانية العميقة بالفعل في العراق حيث بلغ عدد النازحين داخليا نحو 10% من السكان وتشجع حكومة بغداد وحكومة إقليم كردستان العراق المدنيين على العودة لمناطقهم التي تمت استعادتها من تنظيم داعش لكن جيدو قال أن التعجل في ذلك قد يؤدي لنتائج عكسية من أربي جمال البدراني الفلوجة